اختبارات امان ذات الصندوق وفي مقولة اخرى البيكب الربع النقل او الوانيد معانا عربيات كتير ومنها تيوتا هايلوكس ايزوزو دي ماكس وفورد 150 وغيرهم فخلونا نبتدي اول عربية معانا وهي الشيفوليس الفرادو 1500 ومعانا التصادم الامامي كالعادة لما بديجي نحلل التصادم بتاعها العربية بنبص على اجزاء معينة منها اختراق القوتش الكابينة الباب والايم في الحالة دي التصادم كان كويس جدا ومع ان الباب فيه تضررات الى حد ما كبيرة بس قايم العربية وكابينة العربية ما تمش اختراقهم او كسرهم ولما نيجي نبص من جوه بنبص على حالة الراكب اللي الوسايد الهوائية احتويته بشكل اكتر من ممتاز وعشان كده تقييم العربية دي كان جود وده اعلى تقييم ممكن تاخده اي عربية في الاختبار ده العربية اللي معانا بعد كده الرام 1500 والتصادم الجانبي والحقيقة هنا ان العربية بتتعامل مع التصادم الجانبي على انه زغزغة لطيفة يعني تحس ان العربية اصلا ما تحركتش من مكانها وده بيبن اكتر من جوه برضه بتحس ان التأثير على الراكب من الجنب ضعيف جدا ده غير ان الوسايد الهوائية برضه محتوية بشكل اكتر من ممتاز سواء في الامام او في الخلف وبرده تقييم العربية دي كان جود العربية اللي معانا بعد كده نيسان تايتن هل بقى هتبقى اسم على مسمى الحقيقة ان في التصادم الجانبي برضه نفس القصة بتاعت الرام صخرة موجودة على الارض العربية تقولها بيخلي الصدمة بالنسبة لها حاجة في المنتقى الهزار طيب هل ده اثر بقى على الركاب داخليا ولا لا الحقيقة ان تأثيره على الركاب داخليا برضه مكانش بالقوة اللي ممكن تتخيلها ومن اهم الحاجات اللي لها تأثير في الصدمة الجانبية مش بس قوة الابواب لأ برضه الوسايد وعشان كده العربية دي واخده جود بعد كده معانا فورد F-150 والعربية دي بقى لغز محير شوية لما تيجي تبص على التصادم هتلاقي كل العوامل اللي احنا قلنا عليها متوفرة يعني الايم سليم الباب سليم تماما الجانت مخترقش الكابينة باي شكل من الاشكال العربية خدت الصدمة بشكل كويس جدا من كل النواحي حتى الوسايد بتاعت العربية دي اشتغلت بمنتهى الكفاءة ومع ذلك العربية دي واخده بور وده يخلي الموضوع محير جدا بس لما تشوف من جوه هتعرف ايه السبب عربيات البيك اوب اللي بكابينتين او بصف خلفي من ضمن الشروط الامان الاساسية بتاعتها امان الصف الخلفي كمان ومن ضمنها الحزام هنا الحزام وضعيته بالنسبة للراكب كتت سايقة جدا وتسببت في مشاكل كبيرة بالنسبة له وعشان كده حصلت على البور بعد كده معانا تيوتا تاندرا عربية تاني من تيوتا تعال نشوفها تعمل ايه تصادم امامي برضو نبص على نفس الشروط اللي احنا قلنا عليها كل مرة بنلاقي ان العربية كويسة جدا بالمناسبة كل الاختبارات دي تمت على سرعة تصادم بالنسبة للتصادم الجانبي على سرعة 55 والتصادم الامامي على سرعة 65 كيلو متر مش ميل عشان في بعض الناس بتخلط ما بينهم طيب العربية دي حصلة على المارجنال او تحت المتوسط ايه السبب بقى اللي خليها تاخد تحت المتوسط بدام خارجيا الدنيا زي الفل نفس القصة الموضوع مشكلته داخليا وبالتحديد في الصف الخلفي هنا برضو وضع الحزام في الصف الخلفي كان سيء يمكن احسن شوية من الفورد وعشان كده واخدت مارجنال مش بور ولكن تظل وضعية الحزام مش وضعية ممتازة تأهلها ان هي تاخد العربية اللي معانا بعد كده وتصادم امامي هنا الاختبارات دي بتاعت اليورو انكاب التصادم الامامي فيها بيختلف وبيبقى التصادم الامامي عن طريق عربية متحركة مش عن طريق حاجز ثابت هم مدرستين مختلفتين ما بين اختبارات الامريكية والاختبارات الاوروبية بس نتيجة واحدة والعربية دي واخدر خمس نجوم بنسبة امان للركاب 84% والتصادم الجانبي بتاعها برضو كان ممتاز هنا بقى سرعة التصادم اعلى كمان سرعة التصادم هنا 60 كم في الساعة ومع ذلك العربية قدرت تحمي الركاب بشكل كويس جدا وداخليا لما نبص عليها بنلاقي الوسادة الهوائية الوسطية اللي بتفصل بين الركاب ببعض وبتمنحهم الاستضام ببعضهم البعض ودي بيبقى ليها تأثير كبير جدا في تقييم العربية العربية اللي بعد كده عربية تسألت عليها كتير جدا وهي ازوزو دي ماكس الاختبار بتاعها برضو اختبار يورو انكاب ونشوف التصادم الامامي والجانبي والحقيقة ان التصادم الامامي كان ممتاز السرعة برضو هنا متغيرة على 50 كم بس ومعين العربية ضاب الكابينة وليها صف خلفي ولكن المشاكل اللي كانت موجودة في عربيات زي الفوردة مثلا مش موجودة فيها والتصادم الجانبي ما فرقش كتير والعربية اخدت نسبة امان للركاب 86% وطبعا خمس نجوم برضو بنلاقي الوسادة الوسطية اللي بتفصل بين الركاب اللي زي ما قلتلكو ليها عامل مهم جدا في التقييم بعد كده مع عشوقة الجماهير تيوتا هايلوكس برضو معنا ليها اختبار امامي واختبار جانبي السرعة هنا اعلى 64 فهل الهايلوكس بقى هتنجح في السرعة دي الحقيقة برضو ان الهايلوكس لها تقييمين هتستغرب من الموضوع ده هي من الحاجات المختلفة شوية واللي موجودة برضو في عربيات تاني يعني العربية في التصدم الامامي زي ما احنا شايفينها كده ممتازة طب تعالوا نشوف بقى في التصدم الجانبي العربية برضو في التصدم الجانبي كانت ممتازة طيب ايه الغريب في العربية دي ان العربية دي لها تقييمين تقييم عبارة عن ثلاث نجوم وتقييم تاني بالسيفتي باك عن طريق خمس نجوم والسيفتي باك هي مجموعة من الوسائل المساعدة الخاصة بالامان للعربية واللي بناء عليها لو معجودة تاخد خمس نجوم ولو مش موجودة هتاخد ثلاثة بس وده ينطبق على العربيات كتير من العربيات السيدان والاسيو في برضو ونختم بعربية من العربيات الألمانية وهي فولكس أمروك معانا لها التصادم الأمامي والتصادم الجانبي طبعا كعربية ألمانية الكل متوقع منها نتائج حيلة جدا والحقيقة أن العربية مش هتغزلكو العربية في التصادم الأمامي كانت أكتر من ممتازة مفيش أي نسبة خطورة على الركاب في التصادم الجانبي القصة ما بتختلفش كتير مع أن التصادم على سرعة 60 كم بس العربية كانت أكتر من ممتازة وقدرت تحمي الركاب بشكل كويس جدا وعشان كده خدت خمس نجوم الاختبارات دي يعني عرضتها عشان فيه ناس كتير كانوا مهتمين بعربيات البيكب وطلبوا مني أن أنا أعرض اختبارات ليها وزي ما أعرضت العربيات النقل البيكب مش أقل منهم طبعا بالعكس هي منتشرة أكتر خليني أختم بقى باختبار مهم جدا هعرضوا للأمروك تحديدا اللي احنا بنقول عليها خمس نجوم وهو الاصطدام بعموت الاصطدام ده لقدر الله لو حصل لأي حد بتبقى نسبة الخطورة فيه عالية جدا وده عرضة ليه أي عربية لأن العمدان دي موجودة في الشارع عمدان النور العادية أو العمدان بتاع الإعلانات أنا عايزكم تبصوا على مدى تأثير الصدمة العربية ومدى عمق الصدمة في دخولها داخل العربية مع أن الاختبار ده على سرعة 32 بس ده يفهمنا حاجة أن السرعة العالية مش هتحميك منها أي عربية مهما كانت قوتها ومهما كانت صنعتها وربنا يسترها علينا جميعا